اشتركوا في القناة هذا شهد للقدماء بالإيمان نفهم أن العالمين أتقنت بكلمة الله حتى لم يتكون ما يرى مما هو ظاهر بعدين بقول بالإيمان قدم هبيل لله ذبيحة أفضل من قين وببدأ يعدد أسماء القائم الأولى اللي هن أبطال الإيمان إلى أن يصل إلى عدد 31 إلى عدد 31 أو إلى عدد 30 بقول بالإيمان سقطت أصوار أريحة بعدما طيف حولها سبعة أيام عدد 31 بالإيمان رحاب الزانية لم تهلك مع العصاة إذ قبلت الجاسوسين بسلام بعدين ننتقل لعدد 32 المجموعة الثانية بقول ماذا أقول أيضاً لأنه يعوزني الوقت إن أخبرت عن جدعون وباراق وشمشون ويفتاح ودؤود وصموئيل والأنبياء الذين بالإيمان قهروا ممالك صنعوا براً نالوا مواعيد سدوا أفواه أسود أطفأوا قوة النار نجوا من حد السيف تقووا من ضعف صاروا أشداء في الحرب هزموا جيوش غرباء أخذت نساء أمواتهن بقيامة وآخرون عذبوا ولم يقبلوا النجاة لكي ينالوا قيامة أفضل وآخرون تجربوا في هزء وجلد ثم في قيود أيضاً وحبس رجموا نشروا جربوا ماتوا قتلاً بالسيف طافوا في جلود غنم وجلود معزة معتزين مكروبين مذلين وهم لم يكن العالم مستحقاً لهم تائهين في براري وجبال ومغاير وشقوق الأرض فهؤلاء كلهم مشهوداً لهم بالإيمان لم ينالوا الموعد إذ سبق الله فنظر لنا شيئاً أفضل لكي لا يكملوا بدوننا لذلك قولي عدد صاحة 12 نحن أيضاً إذ لنا سحابة من الشهود مقدار هذه محيطة بنا هدول الأبطال هن من السحابة سحابة من الشهود لنطرح كل ثقل والخطيئة المحيطة بنا بسهولة ولنحاضر بالصبر في الجهاد الموضوع أمامنا ناظرين لمين رئيس الإيمان ومكمل شخص ربنا يسوع له كل الماجد والإكرام رح نتحدث اليوم طبعاً أصحاح يطول ممكن تعمل عليه مؤتمر كامل لكن رح نأخذ جزئية بشكل ندرسه بأعمق شوي لكن بشكل عام ندرس عن هذا الأصحاح أصحاح الإيمان وحطيت تحت عنوان أبطال الإيمان وعمل النعمة واليوم رتلنا عن موضوع النعمة بنقسم هذا الأصحاح أصحاح داعش أربع مجموعات من أبطال الإيمان المجموعة الأولى هي المجموعة الرئيسية أو التي تبدأ من عدد أربعة إلى عدد واحد وثلاثين تتحدث عن عدد عشر شخصيات التي سماهم بالاسم وقال هؤلاء هؤلاء من أبطال الإيمان وكما قلنا في عدد أربعة يبدأ في هابيل يقول بالإيمان قدم هابيل لله ثبيحة وبنهي في رحاب عدد واحد وثلاثين بالإيمان رحاب الزانية لم تهلك مع العصائد قبلة الجاسوسين عشر شخصيات ذكرهم في المجموعة الأولى تعالوا نرددهم إذا تتبعوا معي في الكتاب إذا تحبوا بعدين تدرسوا أنا بحب أفتح شهيدك الروحية تدرسوا الأصحاح وتقروا أكتر فهذا الفقرة تتحدث عن هابيل بعدين أخ نوخ بعدين نوح إبراهيم صارة مرت إبراهيم إسحاق يعقوب يوسف موسى رحاب عشر شخصيات هؤلاء العشرة يعتبروا الأعمدة الأساسية للإيمان المسيحي وكل شخصية منهم تتحدث عن حق أو حقيقة أساسية من أساسيات الإيمان ما سوف نتحدث عنهم اليوم لكن أشير إلى ملاحظة أضعها في سؤال لهذه المجموعة والسؤال لو فكرتوا لحظة ما يربط هابيل بين هابيل ورحاب هناك شيء رابط موجود بين أول شخصية وبين آخر شخصية بالإيمان يقول هابيل ما يفعل قدم ذبيحة فالذبيحة هي دم الرب يسوع دم الذبيحة الإشارة لدم الرب يسوع هو الذي يربط هابيل مع رحاب ما الذي يرمز لقصة رحاب الذي يشير إلى دم الرب يسوع الخيط القرمزة الخيط القرمزة مبارك اسم الرب يسوع وهو كان إشارة إلى دم الرب يسوع المسيح وكان علامي في ذاك الوقت أنه هذا البيت هو بيت رحاب فلما شعب الرب أجا يحتل لهذه المدينة ما قربوا على المنطقة وين البيت موجود اللي كان مبني على الصور فنشوف الرباط اللي بيربط الكتاب المقدس كله هو هذا الخيط القرمزة عمل الفداء شخص الرب يسوع موجود في كل موقع الكتاب المقدس بشكل يعني اللي بيربط الكل مع بعضه وفي رسالة بكل شخصية في رسالة ما الرسالة اللي بقدمها الرب من خلال شخصية هبيل اللي قدم ذبيحة مش مثل ذبيحة تقين ذبيحة دموية أو ذبيحة اللي قدمها اللي فيها صفك دم رسالة هبيب تقول ما في دخول إلى حياة الإيمان لأنه بالإيمان قدمها هبيل ما في دخول إلى حياة الإيمان إلا من خلال مين ذبيحة الرب سوع المسيح لماذا؟ لأنه بدون صفك دم لا يوجد مغفرة بدون مغفرة لا يوجد إيمان لا يوجد إيمان لا يوجد حياة أبدي ورسالة رحاب تقول لا يوجد خروج من أريحة من العالم والشرير ونجاة إلى أرض كنعان لأن الرحاب رحط معهم دخلت أريحة وسكنت معهم في أرض كنعان لا يوجد خروج من أريحة ونجاة وذهاب إلى أرض كنعان إلا على أساس مين؟ دم الرب يسوع المسيح لأنه نجاةها كان مربوط بهذا الخيط القرمز لو لم تضع كانوا لم يعرفوها وقتلوها فالنجاة النجاة والضمان الحياة الأبدي هو على حساب مين؟ دم الرب يسوع المسيح كما تقول الترتيل على حساب الدم أنا داخل داخل لي نصيب يسوع سدد كل ديونه على عود إلى الصليب الذي أحبنا بقول الكتاب في رؤية الذي أحبنا وقد غسلنا من خطيانا بإيش بدمه فالدم مهم جدا عمل دم الرب يسوع بروميا بقول متبررون متبررين مجانا بنعمته بالفداء الذي يسوع المسيح له كل المجد مجموعة الثالثة أفشق على المجموعة الثانية لكي نتحدث عنه بتوسع المجموعة الثالثة هي من عدد 33 إلى 35 نص عدد 35 نسميها مجموعة نصرة الإيمان أو الانتصار بالإيمان تحب و أشب من عدد 33 الذين بالإيمان قهروا ممالك وبعدد عشر أعمال أو عشر أفعال لشخصيات بقولش أسمائهم بس بقول أفعالهم فبذكر أعمالهم شو عملوا عد معاي الذين بالإيمان قهروا ممالك تنين صنعوا برة تلاتي نالوا مواعيد أربعة سدوا أفواه وسود خمسي أطفأوا قوة النار ستة نجوا من حد السيف سبعة تقووا من ضعف تماني صاروا أقوياء أشداء في الحرب تسعة هزموا جيوش أعداء وعشرة أخذت نساء أموتهن بقيامة عشر أشخاص الذكر أعمالهم وما ذكر أسمائهم مجموعة نسميها مجموعة نصرة الإيمان أو انتصار الإيمان بتحدث عن الإيمان اللي بيخلينا ننتصر ونغلب كل التحديات وهذا الإيمان يعني محبوب لإلنا زي بقول رسول بولوس وهذه هي الغلبة التي تغلب العالم إيماننا فإحنا في مجموعة بالإيمان اخترقوا بالإيمان غلبوا بالإيمان تحدوا المستحيل بس هللوية أمين بس هنا مجموعة ثانية اللي ما صارش معين هيك وهن برضو أبطال الإيمان ولا يقلوا إيمان عن هذه المجموعة اللي هي المجموعة الرابعة اللي بتبدأ من عدد 35 ونصف الثاني نسميها مجموعة احتمال الألام ادروا بالإيمان يحتملوا الألم بقول في عدد نصف عدد 35 من عند كلمة وآخرون عذبوا في ناس تتعذب قبل كم سنة أيمان داعش شفنا اللي تخوهن وتعذبوا واليوم ما زال في ناس تتعذب من أجل إيمانة في المسيح هل هدول مش أبطال الإيمان نعم أبطال الإيمان عذبوا ولم يقبلوا النجاح لكي ينالوا قيامة أفضل وآخرون تجربوا في هزء وجلد ثم في قيود أيضا وحبس رجموا نشروا جربوا ماتوا قتلا بالسيف لاحظ ماتوا قتلا بالسيف طافوا في جلود غنم وجلود معزة معتزين مكروبين مذلين وهم لم يكن العالم مستحقا لهم تائهين في براري وجبال ومغاير وشقوق الأرض لاحظ ما يقول فهؤلاء كلهم ما يقولهم مشهودا لهم بالإيمان يعني هذول أبطال الإيمان ومهم نحن نعرف أنواع أبطال من الإيمان وحكمة ربنا هي اللي تحطك في واحدة من المجموعات أو موقف موقف تكون بالمجموعة هذه والموقف الثاني يكون بمجموعة ثالثة كلنا نحاول نتحاشى هذه المجموعة لأننا لا نحب الألم وهي من دور نجد لأن الرب يسمح أن نجتاز في ضيق لكن هو قال وإن جسته في وادي ظل الموت يعني في ضيق لا أخاف شرا لأنك أنت معي ففي أحيانا رب يسمح نجتاز بالألم لكن يعطي مع السماح نعمة وقدرة وصبر وقدرة احتمال حتى نعبر الألم وأحيانا نعبره نكمل نعبره نوصل لمن لعنده أيضا هذا خطة الله وطريق الرب في الإيمان يقول رجموا نشروا جربوا ماتوا قتلا بالسيف لاحظ المجموعة الثالثة في عدد 34 عن المجموعة التي انتصروا يقول نجوا من حد السيف والمجموعة الرابعة يقول ماتوا قتلا بالسيف يعني المجموعتين أبطال الإيمان ما من هنجوا من حد السيف بالإيمان رب أنقذهم ومجموعة الثانية أيضا أبطال الإيمان لكن الرب لا سمح أن ينقذوا لكن قتلوا بحد السيف أحياناً أحياناً رب يسمح نشتاز في ضيق نشتاز في ألم نشتاز في تحدي وبرضه رسولين واحد نجم من حد السيف واحد قتل بالسيف من هنه رسول رسول ليس لدي آهد جديد يعقوب ومين ومين بطرس ويعقوب شكرا بطرس ويعقوب الثانية بنفس الفترة نسجلوا بنفس الشجن عند نفس الملك الذي هو ملك من هيرودوس بسبب نفس التهمة أنهم يبشروا ينادوا في المسيح فيعقوب قتل بالسيف بينما بطرس صلت الكنيسة والرب بعت ملاك من السماء فتح أبواب السجن وطلع بطرس لأنه كان تاني يوم مزمع أنه يعمل يقتله واحد الرب فتح له باب السجن قال له كمل خدمتك واحد الرب فتح له باب السماء قال له تعال عندي نين أبطال إمام نين أبطال إمام نفس مستوى الروحي رسل لأنه من المقربين بطرس ويعقوب ويوحنى اثنين بطرس ويعقوب اثنين كانوا بنفس مستوى الإيمان ونفس الدعوة لكن حكمة الرب وترتيب الرب ومشيئة الرب فالتنين واحد من المجموعة الرابعة اللي هو يعقوب اشتازي الألم واحد مجموعة الثالثة الهوبوترس تحدى وربعة الملاك وعليلويا وإنها ليس هليلويا مهم أن نفهم هذه اليوم ننتقل للمجموعة التي ندرسها مع بعض وهي مجموعة الثانية وهي مجموعة نمرة اثنين مختلفة تماما عن الأولى وعن الثالثة وعن الرابعة تتحدث عن ست أبطال يذكر أسميهن ومدهش جدا أنه هناك شخصيات أقوى بكثير من هذه الشخصيات لا نذكر أسميهن مثل يشوع لا نذكر إسمه بالإسم أليشع إليا هناك كثير شخصيات في الكتاب المقدس أبطال الإيمان لا نذكر أسميهن لكن مثلا نذكر إسم جدعون براك شمشون يفتاح هذول كل بأي سفر موجودين قضاء والسفر القضاء يعني سفر الضعف كان الشعب عايش في تردد وفي ضعف وكذا ويأتي الأعداء يحتلوا والرب يقيم من وسطهن قاضي يحارب ويصنع انتصار لفترة معينة عاود يرجع الكرة من أول وجديد بعدين نرى داود وصمويل نحن يعني عارفين عنهم مشهورين وعارفين كيف الرب تعامل معهم لكن أول أربع شخصيات مش كتير نحن 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 فنشوف أنه سفر القضاء سفر العجز والخراب لكن مع كل هذا نحن الله يختار ست أسماء عشان يحط في قائمة أبطال الإمام الإمام والسبب لماذا الرب يختار هذول بالذات في هدف وهذا اللي أحكي عنه في هذا المساء ويأحكي عن أربعة لأجل ضيق الوقت والسبب هو كالتالي عشان الله يظهر عمل النعمة والإيمان في حياة المؤمن عمل النعمة والإيمان في حياة المؤمن فإسم المجموعة هذه سأسميها المجموعة الثانية مجموعة النعمة والإيمان أو الإيمان والنعمة ست أشخاص كانوا لا شيء حياتهم صعبة جدا كل واحد عنده وضعية بتختلف لكن صعبة جدا لكن بفضل عمل نعمة الله بالإيمان في حياة هذول الأشخاص في قلوب وحيات استطاع الرب أنه يحول من هذول الشخصيات الضعيفة الهشة إلى أبطال بالإيمان وهذا الرسالة التي أريد أقدمها في هذه الليلة الرب كما غير هم قدر يغير وغير ني كما تعامل معهم واختار قدر يتعامل وعطيته المجال سيغير ويغيرني ويحولني إلى بطل في الإيمان همين مجدل للرب فتظلك تطلع على حالك وعلى إمكانياتك وعلى قدراتك لكن انظر إلى عمل النعمة وإلى عمل الإيمان في حياتك لما تتفاعل بالإيمان بعمل نعمة الرب نعمة الرب تغطي كل عيوبك تغطي كل ضعفاتك وتحتويك وتغيرك وتحولك إلى بطل للإيمان مبارك اسم الرب سوع كل واحد من هذول الأربع شخصيات أو ست شخصيات بتكلم عن نوع من أنواع الضعف الموجود في حياتنا يمكن يكون عندك يمكن يكون في جزء يمكن الكل يمكن البعض إلى آخر كل واحد يستطيع يمتحن نفسه هذا الأمر يشجعنا أنه مهما كانت حالتك الروحية تعباني إذا سمحت لعمل النعمة لعمل نعمة الله في حياتك إذا أمنت بعمل النعمة الرب قادر يغيرنا بالكامل حتى نصير من قائمة أبطال الإيمان نقدر نكون من قائمة أبطال الإيمان ما نتعلم من حياة أربع الشخصيات اللي هنه جدعون رح نحكي عن أربع جدعون والتاني سموا معاي جدعون براك بعدين مين شمشون ويفتح أربع شخصيات أول واحدة نبدأ في جدعون جدعون حياته تتكلم عن النعمة اللي تتحدى ضعف إمكانياتي أنا عندي إمكانيات ضعيفة كل اللي عندي إمكانيات ضعيفة شو أنا كيبدأ أكون بطل وأعمل انتصارات مع شعب الرب مع إمكانيات ضعيفة هذه هي رسالة جدعون نعم بعمل النعمة الرب قادر يعمل في إمكانياتك الضعيفة إمكانياتك الضعيفة بقدراتك وقدراتك الضعيفة إذا حططيها وحططيها بين أدين الرب عمل النعمة الرب قادر يتمجت فيها ويصنع فيها انتصارات وتكون أنت بطل في الإيمان تعال نرى ما حدث في حياة جدعون وكيف الرب استخدمه ونرى جدعون قصة يعني محتاج تكون عارف القصة لكي لا أتحدث تفاصيلها وهذا تشجيع للمقراش يقرأ قدر من واحد لستة يستطيع تغطي هذه الأربع شخصية جدعون كان يخبط حنطة متخبة ومن المدينيين الذين كانوا يخربوا الأراضي ويسطوا على شعب الرب ويأتي ملاك الرب يقول الرب معك يا جبار البأس تقول معي أنا جبار بأس أنا جبار بأس شايف حاله قزم شايف حاله قليل قاله مدام الرب قاله أنا أتحدث معك قاله مدام الرب معنا لماذا صابتنا كل هذه المصائب مرات نحن كمؤمنين نسأل حالنا نحن 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 وجار ليس مؤمن متلاقي أمور ميسرة وحالته تعبانة وبصائب قايمة عاعدة لماذا يا رب أنا هكذا وهذا هكذا عشرا تسألوا حالكم هكذا سؤالات ولا لا تصير هكذا مرات تصير تشك في إيمانك تقول مثلا نحن وين وينك يا رب لماذا يا رب الأمور الرب يعمل أمين الرب يرجع الشعب من جديد حتى يستخدم أشخصيات مثل شخصية جدعون حتى الرب يستخدمه يكون بركي ويقدر الرب يتعامل معه بنعمته ويستخدمه ليكون بطل الإيمان وبركي لشعب الرب رد علي قال لك الرب قال له ايش قال له اذهب بقوتك هذه وخلص الشعب قال له أنا مش إنه مش إنه يعني أنا فيش عنده أساسا أنا فيش كيف أروح لا لا أعرف أن أقول كلمتين على بعض ولا أعرف كيف بدأ أبشر وكيف أشهد عن يسوع وكيف الرب يستخدمني أنا أساسا يعني مش حافظ الكتاب يعني كثير من أحكي هذه أشياء وبعدين قال له أنا صغير الأصغر في بيت أبوي وعشيرة هي الأصغر في صبت منسة قال له شوف عندك قال له شوية إجرار وشوية مشاعل وشوية قال له هذين يكفو فيهن أنا سأصنع انتصار عظيم تعرف القصة كيف الرب بدأ يشغل بحياة جدعون ويمكن لو أنه كنا في عصر هذا وشفنا جدعون لما اجتمعوا حول جيش المديانيين اللي كانوا بالألاف والرب قال له أضرب بالبوك نادي الشعب أجا 32 صفى منها قديش بالآخر الرب صفاهين قديش 300 عشان يقول أن النصرة ما صرتش بقطرة الشعب مش بإدينا إحنا قدرنا لكن بعمل الرب وهذا مهم نعرف أنه قال له لابول استكفيك نعمتي لأن قوتي في الضعف لما أنت تحس حالك قوي قوتك مع قوت الرب تزبوت كتسر قولك الرب إذا أنت قوي ورجيني عضلاتك بس من تيجي يا رب أنا بدونك لا أقدر شيء أنا لا أستطيع شيء فسر قوتك هي ضعفك تمام مرة سر قوتك ضعفك لمن أنت الشرط الناس شو شايفتك أنت كيف مدرك نفسك مدرك أنك أنت بذاتك تقدرش لكن لمن تحط ضعفك بين ايدين الرب تحل قوة الرب عليك فيتحول الضعف إلى قوة فبتقدر تنتهت وتقول يا قل الضعيف بطل هذا اللي صار مع جدعون إمكانياته قليلة شوية الجرار إنك لو شبناها اليوم أقولك حضط فيها قنابل وتفجرات وتفجر و جرار فاضي كسر جرار فاضي فخار 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 شو هذا يعمل آه لما الرب في الموضوع الإشي اللي هو ولا إشي يصير إشي عظيم ليش لأنه لا بالقدرة ولا بالقوة بل بروحي قال رب الجنود كل ما عليك تقول له أنا متاح لك يا رب استخدمني ها أنا يا رب استخدم ها أنا يا رب استخدمني اعمل في حياتي استخدم حياتي فالرب استخدم جدعون بشكل رهيب جدا وبخلال 300 واحد قدر يهزم جيش بألاف من المدينيين وفكروا المدينيين أنه فيه جيش عظيم جاي عليهم كلنا 300 أسمهم 100 100 100 وشوية فخار طقش الفخار ارفع المشاعل اضرب الأبواك الرعب دب من حل الرعب يدب في قلوب المدينيين الرب فإس اعرف إيش واحد مهما كانت إمكانياتك ضعيفة إذا الله معك ما حدا بيقدر عليك آمين آيهي باختصار شديد إن كان الله معنا خلص هو يعني بتتلف حوليك لأنه إيش هو اللي سندك هو الماسك بيمينك هو اللي ماشي بوجه أمامك فرسالة رسالة جدعون رسالة تعمل لكن لمن الرب هو اللي بيعمل فيك الخمس خبزات سمكتين من التلاميذ حطوهن في إدين الرب أشبع قديش فيهن خمس خمس تلاف رجل يعني حوالي خمس تاعشر ألف واحد إمكانياتك القليل يحط بين إدين الرب والرب قادر يحول الضعيف إلى بطل يستخدمك في خلاص دفوس لشفاء بتغيير تكون بركة يعطيك حكمة كل انتين بسيطات ممسوحات من روح الكدس رب يعمل فيهم بقوة تواقف وتتنبأ على المشكلة على الشغل الخرباني باسم يسوع تشتغل رب يشغله إذا كان فيه إيمان رب يعمل مهما كان الضيق والتحدي الموجود الرب قادر يقيمك ويعطيك روح جدعون وتواقف وتقول ليقول الضعيف بطل أنا في الرب فرسالة جدعون مهم جدا أنه النعمة هذه هو عمل النعمة الرب يدور على ناس متاحة أنه يسكب نعمته عليها الشخصية الثانية براك مين هذا براك حدا يعرف إش عنه مش براك أوباما بس براك مين براك مين كان أيام دبورة القاضية والنبي مسو يعني هو ابن أبي نعم من قادش ورسله وكان في قاضية في ذاك الوقت يعني هو كان زي قائد لكن كان عنده مشكلة المشكلة إنه اسم نحكيها لكن كان في قاضية اسمها دبورة وهي نبي وقاضية دبورة كانت شخصية طوية لاحظ أنه الكتاب لم يكتب بالإيمان دبورة لم يجلب سيرتها بأبطال الإيمان جاد سيرت مين براك دبورة هي اللي رب كلمها وبعتت وراء براك قالت تعال والرب رح يعطيك القوة أن تأخذ الجيش عشر تلاف وانزل على المحل فلاني وحارب سيسرة هذا الملك هناك ورح رب يعطيك نصرة شوها الإيمان شوها القدرة شوها الإمكانيات براك قال أنا بدونك برحش تيجي معاي باجي بتروع بتزريش معاي أنا مش نازل فكان عنده ضعف شخصية شخصيته ضعيفة عنده ضعف كان ضعيف الشخصية طيب السؤال مدامه كان ضعيف الشخصية والرب عمل انتقالت بروح معاك بس اعرف اذا روحت معاك راح يقوله انه النصرة صارت بسبب هاي بسبب امرأة مش بسببك فيعني مش كفود إلك يعني مش احترام فرقت معاها وراحت وصل على الانتصار معاها السؤال ليش من كتبتش اسم ديبورا هل عشان الرب يخيوز مع الرجال للنسوان لا لانه موجود صارة موجود رحاب موجود اسم كتير رساء انا بعتقد الجواب كالتالي لو انه انحط بالايمان ديبورا يا عمي انا وين 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 ايمان ديبورا هاي الامان الناري اللي الرب اعطاها اعلان نبوي واللي وقفت واخدت هذا القائد والجيش ونزلك وقوة وكذا انا انا وين انا وين هذا يعني فيش عندنا ايمان ديبورا انا شخصية ضعيف انا حساس انا بخجل انا كذا براك كان شخصية ضعيف كان مليان بالقلق كان عنده خوف كان عنده عدم امان عنده يعني دايما عنده اعتماد على الاخرين بقدرش يثق في نفسه كيف لازم حساس اي شيء يؤثر على نفسيته وهذا يشبه كثير حياتنا مرات احنا عنا ملانين بهذه الأشياء وهذا يعمل حاجز كبير بمنعنا نروح ونقوم بعمل الرب وبدنا حدا معنا وبدنا مشجعين وبدنا سبعين وحد صلي وبدنا مئة ألف وحد ورب ولك روح انا اعطتك انتصار لكن براك كان يعاني من ضعف الشخصية الشيء الثاني عمل النعمة قادر يتعامل مع شخصيتنا قادر يتعامل مع شخصيتنا نعمة الرب قادر تغطي كل ضعفات حياتك قادر تغطي كل ضعفات حياتك لما تحط حياتك بين ادين الرب عمل النعمة الرب قادر حول شخصيتك من شخصية ضعيفة إلى شخصية قوية يحولك من ضعيف إلى بطل من أبطال الإيمان لأنه نعمة الرب قادرة تغطي كل ضعفات حياتك فقط اسمح للرب أنه الرب يغير شخصيتك الرب يحول الضعف والخجل إلى شخص شجاع مملوء بالإيمان حتى توقف وتواجه وتتكلم وتحكي وتقدر تتحدى مش تهرب وتخاف وتتخبى وتنم والآخر هي فمهم جدا أنه نعرف أن الرب بعمل النعمة قادر يغير هدول يغير هدول أشخاص قادر يغيرني ويغيرك قادر يغير زي ما غير جدعون وجدعون زي ما قلنا بتكلم عن ضعف الإمكانيات وكانش عنده إمكانيات غيره إلى بطل الإمام بالنعمة غير براك اللي بتكلم عن شخص ضعيف الشخصية وراح كان محتاج دمرة تروح معا عشان يصنع انتصار بالحرب عادة النساء يروحوش على الحرب لكن الرب استخدمه وغير حياته والشخصية الثالثة هي شمشون اللي بتكلم عن ضعف الحال الروحية كل واحد عنده مشكلة مهما كانت حالتك الروحية ضعيفة الرب قادر بنعمته عمل نعمته يغيرنا ويحولنا إلى أبطال الإمام شمشون نذير الرب جاء بإعلان نبوي سماوي وكان الله أعطاه قوة خارقة جسدية واستخدمه حتى ينقذ شعبه لهدف لكن شمشون تضهورت حياته بسبب الخطيئة وهذا مهم جدا يا أحبة الخطيئة بتبدأ بإشي بسيط وإذا إحنا تهاونا تغاضينا شوي 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 واللي إحنا نسبح بالخطيئة إحنا علقانين في الخطيئة إحنا غرقانين في الخطيئة نشوف شمشون تضهورت حياته الروحية تدريجيا ونجرف في الخطيئة حتى الزنا ضعف روحيا وكشف عن سر أوتو لدليله راحت قصت شعره وحلقت شعره وفارقوا روح الرب وهو لا يعلم وقالت له الفلسطينيين عليك يا شمشون وقام بده ينطفت زي كل مرة هو مربط وما قدرش يعمل إشي ولم يعلم أن روح الرب فارقوا مهم جدا نعرف أن الخطيئة بلعنا الكتاب إيش مالها بالذل خاطئة جدا وكله قتلها يعني طرحت كاثرينا جرحة وكله قتلها إيش أقوياء مهم جدا أنه ننتبه أنه إحنا نتحرر من الخطيئة ونعيش في القداسة نسلك في القداسة لكن شمشون مع كل الإمكانيات الروحية لرب أعطاياها نزل للحضيط وصل للآعة وبالسبب الخطيئة أذلته وحياته تذل إنذل يعني بسبب الخطيئة نرى أنه شمشون كان مقيد اليدين بسبب استمراره بالخطيئة ما صار في عينيه؟ عموا عينيه وقعد يضحن في بيت السجن مكان الدواب وصار دليل عند الفلسطينيين وسبب صار أنه الكل يستهزئ فيه وهذا الذي تعمل تعمله الخطيئة في حياة المؤمن أنا لا أعرف يعني ممكن قول ماذا يضحن هذه الوضعية المخزية كيف يضحن في عبرانين بطل من أبطال الإيمان الجواب الجواب أنه رب ما بطلعش للأقوياء اللي هني قدرين يعتمدوا على إمكانياتهم لكن بطلع على الضعفاء اللي هني وصقين في إمكانياته شمشون بعد ما وقع وبعد ما نذل تاب ورجع للرب وفي مرة المرات اللي كانوا مجتمعين الفلسطينيين وندو حتى يتسلوا عليه صلى هذه الصلاة وقال يا رب اذكرني يا رب اذكرني يا رب بس هذه المرة فالرب يعني ذكروا ورجع إلى القوة الروحية ونعرف القصة كيف مسك العمدان وأسقط العمدان سقط الكل مات ومات هو معهن والرب ذكروا وأعطى مرة ثاني فرصة أنه يصنع انتصار وكان ثمنه أنه دفع حياته في الكامل الرب قادر يغفر أكبر خطيئة إذا نحن 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 بطوبة حقيقية للرب ما رسانة شمشون أنا أعجز كل القصة تحكي بخدمة كاملة لكن كلمتين بسيطات رسانة شمشون تقول لنا ويطهرنا النعمة اللي بتغطي ضعف ماضينا وأصلنا وفصلنا يفتاح كان يتميز ببعض الصفات الخاصة يقول الكتاب عنه كان جبار بأس بنفس الوقت كان عنده أشياء صعبة مضي يعني مخزي جدا ليش لأنه ابن غير شرعي أتى من خلال امرأة يعني بزنا كان يعني عند أبو وبالسبب أنه إخوته اللي هن من أم تاني شرعية وخلقه وكبره رفضوه قالوا أنت أنت مش ابن شرعي بدناش إياك وحرموه من المراث فراح بعيد مع أنه الحق مش عليه الحق على أهله هن الجبوه هو مش مزند لكن بسبب هذا الأمر العجيب بتلاقي الرب مع كل الوضع التعبان اللي فيه بيختاره من كل الشعب حتى يكون هو القائد اللي يجي ويصنع انتصار لشعب الرب يعني الرب بدور على هدول التعبانين بدور على هدول المنبوذين اللي ماضيهم بخزي اللي فيش عندن أصل وفصل وقصتهم يعني فيها دايما وصبت عار وبقيم حتى يكونوا جبابرة وأبطال بأس هذا عمل الرب هده عمل النعمة هده النعمة لولا النعمة ما كنت أشوفك هاي النعمة استخدم شاول التال قتلة كان يقتل المسيحية وحولوا إيش أعظم رسول ينادي في الإنجيل هذا هو عمل نعمة الرب هذا هو عمل مع كل الماضي الصعب اللي كان في حياة يفتاح واحدة من الأشياء أنه عمل مثل الأوثان قال لما أرجع من الانتصار أول شخص أرى أريد أن أدمه ذبيحة وطلعت مين بنته وقدمها لا ليس أمين عليه لأنه مثل نذر يتبع للأوثان اللي كانوا أدموا أولادهم للآلهة مع كل هذا البلاجان الموجود في حياة يفتاح قدر الرب يستخدمه ويحوله ويكتب اسمه في أبطال الإيمان هذا ما يجعلنا يجعلنا نتشجع إذا هؤلاء التعبانين واحد حياته تعبانة الثاني وضعه الروحي على بنيم الثالث مين قلنا الجدعون لا لديه إمكانيات وهذه شخصيته خجول كيف يعني عمل النعمة إذا الرب عمل فيه قدر يعمل فيه وفيك قدر يغير فيه وفيك ما كانت حالتك ضعف إمكانياتك شايف حالك لديك إمكانيات كجدعون شخصيتك ضعيفة كبراك حالتك الروحية تعبانة كشمشون مضيق مخز كيفتاح لكن أمام عمل نعمة الرب غطت هاي النعمة بتغطي كل عيوبنا هاي النعمة تحتوي كل ضعفاتنا هاي النعمة قادرة تعمل وتغير وتشكل فينا إذا إحنا سمحنا للرب يعمل فينا إذا إحنا أعطنا مجال إنه يعمل فينا وإنه يغير فينا بالنعمة الغنية كلنا أصلا خطاه أولاد خطاه مصيرنا الهلاك بدون نعمة الرب وزي ما تقول ترتيلي ما نساش أصلي كنت أنا خاطي كل أيامي وكل معاصي ضربة طرية في كل كياني من رجلي إهامة راسي لولا النعمة ما كنت أشوفك هل ستبقى في ضعفك هل ستبقى في حالتك اللي أنت فيها ومركز على ضعفك وعلى حالتك وبتبكي على نفسك أنا ما أقدرش وأنا كذا ولا لك تسمح للرب يفتقدق بنعمته ويغير الضعف فيك إلى قوة حتى تهتف وتقول ليقول الضعيف بطل أنا في الرب ويصير اسمك من أبطال الإيمان همين اسمك من أبطال الإيمان بختم في هذا المزمور بقول في مزمور 113 عدد 7 من مثلك أيها الرب إلهنا المقيم المسكين من التراب والرافع البائس من المزبلة مقيم المسكين من أين من التراب فالرب قيمك من التراب العالم والرافع البائس لو كنت يأسان من المزبلة لتجلسه مع أشراف شعبك هو الدعانا هو الرفعنا كل الفضل كل اللي عمل إله وإذا لدينا شيء صالح هذا بفضل عمل نعمة الرب بسوح أمين تعالوا نوقف مع بعض وهيك نشكر الرب على عمل النعمة ولمن نختم غير من رتل ولو بيت بيتين من هاي الترتيلي لولا النعمة ما كنت أشوفك وإنت عمرني من الترنيمي ولو رب بسوح أنا حالتي تعباني أنا عندي ضعف أنا عندي كذا أنا عندي أمور كثيرة في حياتي يمكن في شغلي يمكن في أكتر يمكن مش عارف أنا الرب يعرف وإنتي بتعرف لكن مهما كانت حالتك ولو رب غيرني بعمل نعمتك حولني من ضعيف إلى بطل في الإيمان انسى مضيك وانسى إمكانياتك وانسى شخصيتك وحالتك الروحية نعمة قادرة تتعامل مع كل ظروفك مع كل أوضاعك لولا النعمة لولا النعمة يا رب تعال بنعمتك يا رب أنا بصلي لأجل نفسي لأجل شعبك تيجي بعبل النعمة وتعمل في قلوبنا تغير في قلوبنا تغير في حياتنا حول حياتنا من الضعف إلى القوة تحول حياتنا من ال يا رب بسوع حيات يا رب بسوع قصبة تحركها الريح لنكون يا رب ثابتين راسخين يا رب قدام قوتك يا رب لكي تحل بقوتك على ضعفنا فيتحول الضعف فينا إلى قوة بكله بفضل عمل نعمتك يا رب بسوع نعمتك الغدية لولا نعمتك ما كنت أشوفك ولكن لي مكان في سماك أنا مديون لك ربي بعمري ياللي فدتني بسفك دي ما أكل لن نعمت فكنت أشوفك ولكن لي مكان في سماك أنا مديون لك ربي بعمري مني يفسق دماغ ما نساش أصلي كنت أنا عاصي طول أيامي وكل معاصي لخطيئة كلي كياني من رجل لي يلهامت راسي ما نساش أصلي كنت أنا عاصي طول أيامي وكل معاصي كل خطيئة وكل كياني من رجل لي يلهامت راسي ولولا نعمة وانت أشوفك ولكن لي مكان في سماك أنا مديون لك ربي بعمري كلي فاتتني ساق دماغ يا ما حاولت وكنت بحاول أجد الراحة ما كنتش طاير عشت في وخم سنين خدعتني شهوة عيني فعالم زايم يا ما حاولت وكنت بحاول أجد الراحة ما كنتش طاير عشت في وخم سنين خدعتني شهوة عيني فعالم زايم لولا نعمة ما كنتش طاير ولكن لي مكان في سماك أنا مديون لك ربي في عمري يلي فاتتني تفكري نعمة غنية نعمة غنية تجاكت لي فكت نفسي من العبودية لما نداني يصع ودعاني في الحل قلبي تغيرت فيا نعمة غنية تجاكت ليك فكت نفسي من العبودية لما نداني يصع ودعاني في الحل قلبي تغير فيا ولولا نعمة كنت أشوفك ولكن لي مكان في سماك أنا مديون لك راطب عمري يلي فاتتني بساكتني نعمة تكفت طول الرحلة نعمة تكفت طول الرحلة من بداية هالحد لقاك كنت أشوفك لولا نعمة كنت أشوفك ولكن لي مكان في سماك أنا مديون لك ربي بعمري يلي فاتتني بساكتني نعمة تكفت طول الرحلة نقدر نمجد اسمك نقدر استخدمنا نكون أشخاص مؤثرين عاملين إلنا يا رب سوع تأثير في هذا العالم اللي إحنا عايشين فيه والمجتمع اللي إحنا موجودين خلاله يا رب نصلي بركتك على الجميع نعمتك على الجميع حضورك يملأ الجميع يا رب قدس هذه الكلمة وباركها أعطينا نعيشها بحياتنا اليومية نقدر نتشجع معا في اسمك القدوس لك كل الإكرام والحمد والشكر نصلي بركة أيضا على مخيمنا بكرة وبعد بكرة والتنين والتلاتة تؤمر بالبركة بارك يا رب كل المرشدين والأولاد وكل المسؤولين وكل اللي بيحضروا حمايتك على الجميع وبركتك ونعمتك يا رب نعمة غنية تغمر نخدم بفرح وبحضور روحك القدوس في الأجواء كلها في اسم يسوع نغطي يا رب أخونا فادي بشكل خاص وتخدم معاه تحت الدم وكل اللي بيخدموا في المجموعات وفي كل المرشدين في اسم يسوع لك كل الإكرام والحمد بإسمك نصلي ولإسمك نعطي كل مجد كل حمد كل إكرام وشكر إلى الأبد آمين قل مع بعض والآن نعمة ربنا يسوع المسيح محبة الله الآب شركة الروح القدس تكون معنا تدوب فينا أجمعين إلى أبد الآبدين آمين ثم آمين رب باريكم